على الرغم من أن الإنسان يقضي ما يقارب ثلث حياته وهو في النوم لكن أغلبيتنا لا يعرف ماذا يحصل لأجسامنا أثناء النوم وما هي فوائد النوم وما هي أضرار قلة النوم والنوم الغير كافي والأهم من هذا كيف ممكن أن الحصول على نوم كافي وصحي ومريح وهذا هو موضوعنا لهذا اليوم في الله بينا وخلينا نبدأ على بركة الله ينقسم النوم إلى عدة حلقات متكررة وهذه الحلقات تنعاد لعدة مرات لأربع مرات أو خمس مرات أثناء فترة النوم في الليل إذا نمنى للوقت الكافي والمطلوب اللي هو ما بين السبع إلى تسع ساعات يوميا وكل حلقة من حلقات النوم اللي تتكرر لمرات عديدة أثناء نومنا تتقسم وتحتوي على أربع مراحل المرحلة الأولى أو الستيج الأول من النوم هي مرحلة دخولنا إلى النوم وهي مرحلة اللي تبدأ بها دقات القلب بالانخفاض ويقل أيضا معدل التنفس وتقل فعالية الدماغ وتقل أيضا حركة العين وتزداد عندنا استرخاء العضلات لكن مرات نشعر بتويتش أو جيرك للعضلات وحركة مفاجئة للعضلات وهذا الشي طبيعي إذا ما كان يأثر على جودة النوم وما كان إلى تأثير بحيث يخلينا نصحة من النوم وهذه المرحلة اللي تعتبر المرحلة الأولى من حلقة النوم الواحدة تستغرق ما بين الخمس دقائق إلى عشر دقائق وخلال هذه الفترة يتحول الإنسان من الواعي إلى الغيرواعي وإلى دخوله في النوم أما بالنسبة للمرحلة الثانية من حلقة النوم فهذه المرحلة تتميز بزيادة فقداننا للوعي وانخفاض في درجة حرارة الجسم وتتميز أيضا بانخفاض معدلات دقات القلب وانخفاض معدلات التنفس إلى وصولها إلى درجة الثبات أثناء النوم وتستغرق هذه المرحلة ما يقارب العشرين دقيقة وتتميز هذه المرحلة المرحلة الثانية من حلقات النوم بأنها تشكل ما يقارب خمسين بالمئة من أوقات النوم الطبيعية للإنسان الطبيعي ويقوم الدماغ أثناء هذه الفترة بتحفيز الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ على زيادة صناعة المواصلات بين الخلايا العصبية هذا الشيء اللي بالتالي ساعدنا على زيادة القابلية على خزن المعلومات وتقوية الذاكرة وخزن المعلومات وتحويلها من ذاكرة قصيرة المدى short term memories وتحويلها إلى ذاكرة بعيدة المدى long term memories وهذا الشيء ساعدنا بالتالي على تقوية الذاكرة ويساعدنا أيضا بتحسين جودة التعلم بصورة عامة وهذه المرحلة مثل ما ذكرت سابقاً تشكل حوالي 50% من أوقات النوم أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من حلقة النوم فهذه المرحلة تتميز بزيادة فقداننا للوعي بحيث يصعب علينا الاستيقاظ من هذه المرحلة حتى في حالة وجود أصوات عالية أو ضوضاء حولنا وخلال هذه الفترة تنعدم حركة العين وخلال هذه الفترة عضلات الجسم ادعاني من استرخاء تام وهذا الشيء بالتالي سيساعدها على بناء عضلات جديدة وبناء خلايا جسم جديدة ويساعدنا أيضاً بالتخلص من الخلايا القديمة التالفة أما بالنسبة للمرحلة الرابعة من حلقة النوم هذه المرحلة غريبة شوية لأن خلال هذه المرحلة عقل الإنسان يعمل بنفس كفاءة ونفس قوة الإنسان الصاحي وحتى عدد سعرات الحرارية اللي يستخدمها العقل أثناء هذه الفترة هي نفس عدد سعرات الحرارية اللي يستخدمها الإنسان الصاحي في وقت النهار هذا الشيء اللي يترك الدماغ بفعالية عالية جداً أثناء هذه الفترة من النوم ولهذا السبب أيضاً أغلبية الأحلام اللي نمارسها أثناء النوم التم خلال هذه الفترة خلال المرحلة الرابعة من حلقة النوم والشيء الثاني اللي يميز هذه المرحلة المرحلة الرابعة من حلقة النوم هي حركة العين أثناء النوم ومن الأمور الأخرى اللي تحصل بهذه الفترة هي استرخاء تام لعضلات الجسم يكاد أن يكون مقارب إلى الشلل وهذا الشيء يساعدنا بالتالي على عدم الحركة أثناء فعالية الدماغ بهذه القوة ويساعدنا أيضا على عدم الحركة أثناء ممارستنا للأحلام أثناء النوم وهذه المرحلة مهمة أيضا في خزن المعلومات وخزن العواطف وترتيب مستويات المشاعر عند الإنسان ومن أهم الأمور والتغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان هي أولا بناء خلايا جديدة وتحفيز أجسامنا على بناء خلايا جديدة والتخلص من الخلايا القديمة التالفة ثانيا زيادة تحفيز أجسامنا على زيادة إنتاج هرمون الميلوتونين هذا الهرمون المهم جدا لتقوية مناعة جسم الإنسان ولمحاربات الأمراض ثالثا يساعدنا النوم على زيادة بناء الكتلة العضلية لجسم الإنسان ويساعدنا النوم أيضا على زيادة بناء كثافة العظام ورابعا يساعدنا النوم على زيادة إفراس هرمون النمو هرمون الـ Growth وخامسا أيضا يساعدنا النوم على زيادة بناء خلايا بروتينية وخلايا سيتوكاينس وأجسام مضادة إلها دور مهم في تكوين الجهاز المناعي للإنسان ودور مهم في محاربة الأمراض الوبائية وكل الأمراض والالتهابات وسالثا يساعدنا النوم الكافي أثناء الليل على ترتيب معدلات إفراس كل من هرمونات الليبتون والغريلين هذه الهرمونات اللي إلها دور مهم في تحفيز أجسامنا على الشعور بالجوع ولهذا السبب فإن النوم الكافي أثناء الليل يساعدنا في تجنب الأفراط بالأكل وهذا الشيء بالتالي رح يساعدنا في الحفاظ على أوزان أجسامنا وتجنب زيادة الوزن وسابعا يساعدنا النوم على تحسين عمل الخلايا وزيادة نشاطها ويساعدنا أيضا على تقليل نسبة خطورة إصابة الخلايا بحالات ممانعة الإنسولين الإنسولين رزيستنس وهذا الشيء يساعدنا بتجنب الإصابة بمراض السكري والنوم لساعات كافية خلال فترة الليل ما بين السبع ساعات إلى التسع ساعات كل يوم يساعدنا على خفض معدلات ضغط الدم ويساعدنا أيضا على تجنب إصابة القلب بالأمراض ولهذه الأسباب العديدة ضروري جدا أن نهتم بالنوم وضروري جدا أن نهتم بالحصول على عدد الساعات الكافية من النوم وضروري جدا أن نهتم بكفاءة وجودة النوم وإلى لقاء آخر تحياتي لكم وفي أمان الله